النادي الأهلي لا يحتاج في هذه الفترة من وجهة نظري إلا للمسندة والدعم اوعى حضراتكم هنا بقى أنا بأكلم جمهور الأهلي حضراتكم عارفين ومتأكدين كويس جدا أن حضراتكم لكم الدور الأول والأكبر في قيادة أي الفرقة من فرق النادي الأهلي للوصول إلى منصات التتويق وبالتالي دور حضرتك دلوقتي هو المسندة والدعم لكل لعب من الفريق اللي يلعب يلعب بقى واللي ما يلعبش ما يلعبش ما عنديش مشكلة اللي يختاره طالما كلها الموديل الفني كلنا في ظهره وكلنا واقفين وراه وستظل هذه هي الحقيقة وستظل هذا هو الفارق ما بين جمهور النادي الأهلي وأي حد تاني الكلام اللي أنا بقوله ده هو الفرق إن احنا ممكن جدا ننتقد حد غلط من المسؤولين في النادي الأهلي أو على الفرقة يعني فممكن ننتقده ولكن بننتقده بسرعة جدا عشان أرجع سند ودعم وهو ده الفرق دايما ما بين حضراتكم اللي هو جمهور الأهلي وأي جمهور آخر لأي فريق آخر اللي هما دلوقتي بعض من لايوا شجع الأهلي بيحاولوا يكساروا في كولر بكل الطرق بكل الطرق خلي بالك عملت ماتش مجملا ليس بسيء وهنشوف النهاردة الأرقام أنا ما بش بتكلم عشان أطلع تقولي أنت بتطبل والكلام يعني اللي بعض بيقوله ده لا هذه ليست الحقيقة أنا بتكلم بناء على أرقام أنا قارتها فالأرقام اللي أنا قارتها بتقولي أنت عملت ماتش الشوت التاني لا أنا عارف إن كلكم مقتنعين جدا بالشوت التاني ولكن الشوت الأولاني لم يكن سيئا لم يكن سيئا فكرة عملها ميستر كولر وجود طاهر لمسندة واضحة طاهر لمسندة معلول مليون فرح أنا ما سألتوش ولكن هي بالعقل طاهر لمسندة معلول نيدفيد أعتقد أنه وجوده لزيادة الحركة مودست أنه هو بياخد كل الكرات العالية تقريبا فكرة وبتتطبق ما تتطبقتش غيرت على طول لم يحدث شيء كان ممكن أن يبقى عندنا نكسب هذه المباراة ما كان ممكن نكسب البنك الأهلي وكان ممكن جدا نكسب مباراة أمبي ولكن كرة القدم بتورينا حاجات كتيرة جدا 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 عشان كده دايما بقول لحضراتكم أن كرة القدم ليست خارج الملعب ولكن دائما ما يكون في الملعب إن شاء الله يوم السبت اللي جاي كلنا هنبقى في ظهر فريقنا كلنا هنوقف في ظهر فريق النادي الأهلي لأن فريق النادي الأهلي الحقيقة يستحق مننا هؤلاء اللاعبين يستحق مننا كل التحية وكل التقدير عندهم أخطاء نقول لهم أخطاء كواحد اتنين ثلاثة ولكن احنا في ظهركم وحندعمكم وحنفضل وقفين في ظهركم وحنفضل ندعمكم ترجمة نانسي قنقر